الفعاليات والمبادرات والجهود المجتمعية من هذه النقطة ننطلق في هذه الاستضافة لسيدة ميعادة العمادي مديرة تواصل المجتمع في لجنة العليا للمشاريع والإرث أهلا بك معنا دعينا في البداية نتحدث عن أهم الرسائل المجتمعية التي تهدف اللجنة العليا للمشاريع والإرث إيصالها من خلال هذا المونديال بسم الله الرحمن الرحيم بداية نشكر قناة الكاس على الاستضافة طبعا دائما نحن في اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن نؤكد على أهمية دور المجتمع ودعمه وإسهامه في تشكيل التجربة للزوار سواء للزوار أو اللاعبين فأحنا أطلقنا سلسلة من المبادرات من بداية فوزنا بالاستضافة سلسلة كبيرة من المبادرات التي استمعنا فيها إلى أراء المجتمع وتكوين المجتمع القطري اللي ليس بس نتكلم عن المواطنين ولكن المقيمين على أرض قطر لإشراكهم في جهود الاستضافة أحنا أشركناهم في كثير من البطولات التي استضافتها قطر كتجر ومنها على سبيل المثال كاس العالم للأندية في شهر ديسمبر فكل هذه كانت لها أهمية كبيرة في تشكيل النظرة الأكبر وشاملة للزوار في قطر طيب مياد ما أبرز التغييرات التي سيحدثها المونديال في المنطقة والعالم؟ نحن دائما نتكلم عن التغييرات من جميع النواحي سواء كانت تغييرات الاقتصادية بس الأجمل في هذا كله التغيير الاجتماعي هذه فرصة لنا دائما نذكر أن هذه بطولة ليست لقطر فقط وإنما لمنطقة الشرق الأوسط فهذا يعني فرصة أننا نغير الصورة النمطية لشرق الأوسط فرصة لتقارب الشعوب فرصة أننا نريهم ما هي عاداتنا وتقاليدنا وكل هذه الأمور نعم طيب هذه الرؤية المجتمعية والثقافية والحضرية أيضا ما صداها على المنظمات والهيئات الدولية؟ نحن مثل ما شفنا سابقا في التقرير يعني دائما في الفيفا دائما يثنون على مدى جهزية دولة قطر للإستطافة البطولة ومدى إنجاز الأمور بسرعة سواء كانت من المشاريع البنية التحتية أو الاستئدات أو حتى في برامج مثل تحسين ظروف العمال دائما نرحب بأي انتقاد يحسن من دورنا في استطافة هذه البطولة جميل نعم إذن مديرة تواصل المجتمع في اللجنة العليا للمشاريع والإرث معادة العمادي شكرا جزيلا لك وكل التوفيق بإذن الله